يقضي هذا الرجل النازح من محافظة صلاح الدين إلى السليمانية معظم وقته في الشارع في عمله كعمل نظافة سعيا منه لتوفير لقمة العيش لعائلته المكونة من عشرة أشخاص فرحلته بدأت بعد أن أجبر على ترك منزله الذي دمرته المعارك العسكرية التي انطلقت عام 2014 ليصطدم عادل بواقع معيشي صعب في ظل غياب أي مساعدات حكومية حكومتك التي هي موجودة في بغداد المفروض هي الساعدنا نحن الساكنين خاصة بس للمعانية المفروض يساعدنا المفروض وزارة الهجرة والمهجرين يعني ينطلنا مساعدات يدفعوننا مثل المبالغ شهرية ماكو ومع غياب الدعم يفاقم الفقر وصعوبة الحصول على العلاج اللازم وجع والدة عادل المصابة بأمراض عدة والله حجي تعباني والله العظيم وما عندي ها الثانية أمكاني أن أروح الدكتور وأفحص ومادي شي سوي ما أقدر الله هذا شهر رمضان علاجها السلية للقدة وبيش هو خمسة آلاف هذا حير بعائل تعادل واني هم حير بالوجع عمالي ما أصخي أقول لها أنطيني خمسة آلاف أخذ علاج والله ما أقدر أما عن الأطفال فحالهم كحال معظم أبناء النازحين فلا تخل معادلة النزوح من الحرمان من التعديم والانخراط في العمل إلا أن لذلك ضريبة باهظة دفعها عادل حينما فقد أحد أبنائه علي رقم قريب مجهول قال أنت وين قلت له والله أنا بالبيت قال ابنك عبد الله وين قلت له عبد الله والله بالجامعة الكبير قال متأكد قلت له ايه متأكد قال والله ابنك ندعم على الشارع من هواري الشارع ضربت السيارة وتوفى قصة هذه العائلة النازحة تعد واحدة من قصص مأساوية كثيرة تشيب مدى معاناة النازحين المستمرة بلا أفق لانفراجة قريبة اشتركوا في القناة